أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفهم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على الحرية التي تتحقق في المحبة في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا وقال الحرية ليست فرصة للجسد من أجل العيش بحسب الأهواء والرغبات الفردية حرية يسوع المسيح تقودنا إلى الخدمة خدمة بعضنا لبعض وأكمل تعبير عن الحرية الحقيقية هو المحبة محبة المسيح هي التي حررتنا وقد حررتنا من أسوأ العبوديات عبودية الأنا الحرية تنمو بالمحبة الحرية التي تقودها المحبة هي الوحيدة التي تحرر الآخرين وتحررنا فنعرف أن نصغي من دون أن نفرض أمرا ونريد الخير من دون أن نرغم ولا نستغل الآخرين لمصالحنا الشخصية ونصنع لهم الخير مجانا إن لم تكن الحرية في خدمة الخير فهي حرية عقيمة لا تثمر من قبل الحرية من المسيح لا يمكنه التفكير بأن الحرية تبعده عن الآخرين أو الشعور بأنهم إزعاج ولا يمكن أن يرى الإنسان منعزلاً وحده بل هو مندمج في الجماعة البعد الاجتماعي هو أساسي للمسيحيين ويسمح لهم بأن يروا الخير العام لا المصلحة الخاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر